عليكم السلامة أحباتي أهلا وسلام بكم في برنامجكم لحظات قرآنية هذه الحلقة 1230 ونحن لازمنا في تدبر سورة التوبة وهذه الحلقة رقم 14 ونعيش فيها مع الآية من الآية 71 إلى الآية 74 يقول سبحانه وتعالى بعد أن تحدث جل وعلا عن المنافقين والمثلقات بعضهم من بعض قال عن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطعون الله ورسوله قليك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم وعض الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تعتال أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم وبعدين بقى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنهم الله ورسوله من فضله فإن يتوب يكون خيرا لهم وأن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والأقرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يعني هذه الآيات يعني تحتاج منها تركيزا شوف يعني طبعا آل أولى في الموضوع والمونة والمونة بعضهم أولياء وبعض وبعدين وعد الله مونة وما جنة تجز من تأنار طبعا إحنا بنعقد مقارنة بقى بين المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض وبعدين وعد الله منافقين والمنافقات والكفار نارجعنا يعني هنا واضحة إيه الفرق بين المؤمنين والمؤمنات من جهة دول بيأمروا بالمعروف ونهونا عن المنكر والتانيين يأمرون بمنكري ونهونا عن المعروف بس المؤمنين والمؤمنات ربنا بقول يقيمون الصلاة ما قال شي يؤدون الصلاة يعني أنت تصلي لكن إقامة الصلاة معناها أن صلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر معناها أن تتحسب في يقظتك ألا تقع في فعشاء ولا تقع في منكر أما أن تصلي وبعدين تعصي يبقى أنت بتستخدم الصلاة بتاعتك طريقة للعصيان وبعدين بتصلي بقى اعمل اللي انت عايزه طبعا لا فالمؤمنات بعضهم أولياء بعض يوالي بعضهم بعضا يأمرون بالمعروف وأنهون على المنكر ويقيمون الصلاة أي يقيمونها في سلوكياتهم معروفا وابتعادا على المنكر أو نهيا على المنكر خلي بالكم احنا قلنا كثير أن الأمر بمعروفه أنها على المنكر ليس تدخلا لكن هو وعص يعني وعص قولي يعني كل الناس بتأمر بتأمر بالمعروف وتنهى على المنكر عزة مربونا الصلاة على الأقل وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ما فيش فيه فئة محددة بها هي اللي بتأمر الناس وبتاع اللي هما زيهاية الأمر بالمعروف والنهجة على المنكر اللي كانت في السعودية لا الناس كلها يعني كأولياء يوالي بعضهم بعضا يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر لكن لو واحد إذا وقع بقى في جريمة يبهنا يعني يعني اللي هو في حقوق الأفراد أو حقوق الناس أو حقوق العباد هنا يؤاخذ بذلك طيب ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ليست فقط مجرد الزكاة المالية يؤتون الزكاة يعني التزكية تزكية النفس تطهرها ويطعون الله ورسوله طبعا ده كله معناه إن هي يعني إعطاء الزكاة المالية أو الصدقة والصلاة لما تنعكس على سلوكك تقوى ده معناها اللي هو أهم شيء معناها أن تكون مؤهلا لأن تصلحا للجنة يعني والذين أمنوا أمنوا صالحات لندخلنهم في الصالحين حيث تكونوا صالحا لدخول الجنة مالك ده واترون الله ورسوله أولك سيرحمهم الله سبحانه وتعالى ده يرحمهم الله إيه يوم القيام إن الله عزيزا الحكيم وبعدين وعد الله المنمون لنتجم الأرقى الذين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن وردهم الله أكبر زلك الفوز العظيم خلي بالك مساكن هنا حتذكرنا بحاجات إحنا كل واحد في الدنيا مهتم بإنه كنا عنده مساكن كويس اللي عنده شقة بالإيجارة عايز شقة تمليك اللي عنده شقة تمليك عايز بيت تمليك اللي عنده عمارة عايز عمرتيين عايز شليه عايز كذا ده بنضمن يعني الحاجات اللي هي بتغري الناس في الدنيا لكن هو في نهاية الأمر هو ستترك هذا وبعدين هو يعني لو أخذل أنت عندك عمارة كاملة وعندك ستين غرفة نوم أنت لا تحتل منها إلا من يقدر ما يشغله جسدك وبعدين لو أخذل أنت ستموت وستترك هذا المساكن التي تدوم هي مساكن الأخرة وربنا صفحة تعالى ذكر بهذا الجماعة المهاجرين اللي هم بعد لما دخلت مكة في الإسلام فافتروا بقى يقوموا علاقات مع أهليهم فربنا صفحة تعالى قال يا أولى زملة تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء لاستحبوا الكفر على الإيمان وما يتولى منكم فأولكم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ومال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب لكم الله ورسوله وجاده في السبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فالمساكك من ضمن الإغراءات لكن بقى اللي عند ربنا أهم فربنا أقول يا الذين من هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجارون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم ذلك خير لكم كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم وادخلكم جنات تجيب من تعتقل النهار ومساكن طيبة هنا بقى الفر إلى المساكن الطيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم طيب في الآية 73 هي تكررت في الآية 9 من سورة التحريم نفس الكلام يا يوه النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم وما أهم جاهل نمو وبئس المصير ناس يقول لك الله طيب ما هو جاهد الكفار والمنافقين يعني معناها أنت تتحارب المنافقين لا يا أستاذ كلمة جاهد مش قاتل لأن ربون قال عن القرآن الكريم ولقد صرفناهم بينهم ليذكروا فأبأ أكثر ناس إلا كفورة ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً الجهاد بالقرآن هو منافع عنه وأرجو أن يتقبره الله جل وعلا منا هو ده الجهاد فجاهدهم به والقرآن الكريم في آيات يعني أغلوظ عليهم أغلوظ عليهم بالآيات لأن آيات الترهيب والوعيد في القرآن فضيعة جداً يعني وهم يسترخون فيها ربنا أخرج نعمل صالحاً هم يسترخون فيها ربنا أخرج نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير بصورة الفاطر فالغلظ عليهم تكون بآيات القرآن الكريم بعد كده الآية 74 ربنا سبحانه وتعالى يقول فالأيay 74 يحلفون بالله ما قالوا ولك يحلفون بالله دائماً بيحلفوا ما قالوا يعني قالوا أنا كذا وكذا وكذا وبعد جملك والله ما قلن يحلفون بالله ما قالوا قال بغالك دول الصحابة وكل شيء لازم ننبه دول الصحابة المنافقين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقم إلا نغنهم الله ورسوله من فضله فليتو يكو خيرا لهم وليتولى وعزموا الله وعزابا أليما في الدنيا والأكرا وما لهم في الأرض من وليه وناصير يعني هم هنا إحنا عندنا هنا قال قولا كافرا إحنا خلي بالك أن نكتب حلوة أولا لما تنقل في الدين فنستستسهل هذا لا تعلم أن هذه طامة فواحد واحد قال ألك يا عم أنا سعيد الدنيا سعيد الأخيرة أنا لما أروح يوم القيامة ربنا حايدين لي ولد ومال إلى آخر يمكن قالبوله هو بشرب حشيش يمكن قالبوله وكذا لكن هل فاتت؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيت الذي كفر بآيتنا وقال لأوتين مالا وولدا شو قال التأنيب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عادة كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب بمدة ونرثوه ما يقول ويأتينا فردا لا إله إلا الله فجماعة المنافقين الصحابة قالوا أكثر من كذا قالوا كتير قوي ومش بس كده بعد كان يعني أغرتهم الحرية الدينية والمعارضة أنه هو يفكر أنه هو يعمل حاجة يعني هم بأنه يلجأ للسلاح فربونا بقول وهموا بما لم ينالوا يعني هموا لاتمتيجي أن يعمل كذا كذا وبعدين الخوف اللي جواهم ألا كسكت تضيعونه فربونا بقول عن الخوف بتاعهم ويحرفون بالله أنه لا منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون الفرق اللي هو الخوف الرعب لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مندخلا لولوا إليه وهم يجمحون ده الآية 56 و 57 من نفس الصورة وربونا هددتهم قبل كذا في صورة الأحزاب والتهديد بقى جاء من الله مباشرة في قطاب مباشر قال لئن لم ينتهن منافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل ملعونين أينما ثقفوا يعني في أي وقت حربوك الثقف هو الاستضامة الحرب أي وقت حربوك يبهم هتهزموا وحينطردوا من المدينة فالتهديد جاء لهم من قبل طبعا هم مبسوطين للربون أقول لهم ونقبل لأن أغنهم الله ورسوله من فضل هم كانوا أغنى الناس في يثرب قبل أن يأتي النبي وتتبه المدينة بعد كده جاء المهاجرون ازداد العدد فراجت تجارته فبالتالي أصبح لهم أموال كثيرة جدا فده معناها أن حتى أن النبي محمد عليه السلام يعني أعجب أموالهم وأولادهم والهيصة اللي هم فيها فربنا قد له مرتين في سورة التوى الآية 55 والآية 85 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يلود الله ليعذبهم بها في العياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ده لـ 55 وليس لهم أموالهم وأولادهم إنما يلود الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون نحن مهمة أوي هنا ربنا قد بقول لهم إيبا في الآية 74 يعني شوفوا العقاب مؤجن لهم يوم القيام فربنا بقولوا ومنقهم لنغنهم بالله ورسوله فإن يتوبوا يكون خيرا له وإن يتولوا مش قالوا يروحوا ضربوا قالوا يعذبوا الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض بالولي ولا نصير يعني إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم من يعمل سوءا يجز به يعني ربنا هو الذي سيتولى حسابهم وعقابهم وجزاءهم سبحانك ربي ومحمدك لك الحمد شكرا أحباتي وعليكم السلام